كنت قبل قليل الأخ حافظ ذكرت هو أنه المعلق لازم له يكتب ولازم له يقرأ بعدة لغات حافظ الراجي لما كنت في الجزائر ما كناش نقرأه في كتابات لحافظ الراجي في الصحافة بعد ما خرجت صرت تكتب هكذا في بعض المقالات مرات حتى مقالات سياسية وش الشي اللي يخلى حافظ الراجي يخرج هذيك المكنونات يا هل ترى الغربة يا هل ترى البعدة عن الأهل والأصدقاء وش هي الأشياء اللي خلت حافظ الراجي واللي يتجه إلى الكتابة أولا التلفزيون والإذاعة ما يعلمكش تكتب أنا كبرت في التلفزيون على مدى عشرين سنة ما كناش نكتبه كثيرا ممكن تكتب تقارير صغيرة جدا صفحة وصفحتين خمسمائة كلمة أقصى شي أنا اكتشفت الكتابة لما غادرت في الجزائر لأنه بالمقابل اكتشفت القراءة لأنه لما انتقلت لقطر صار عندي وقت أقرأ ولما يكون عندك وقت تقرأ يصير عندك رغبة أنك تكتب وهذا شي طبيعي بعدما تقرأ أعراء الناس وأفكار الناس تحب أنت تكتب أعرائك وتعبر عن أفكارك لماذا حافظ الدراجي لم يكن يكتب في الجزائر لأنه لم يكن من حقي أن أكتب أولا وصاية التواصل لم تكن موجودة بليم مثل كان فيسبوك وتويتر كانوا جرائد كانت حتى مواقع الإلكتروني فأنا كنت نشتغل في مؤسسة عمومية لكي تكتب في جريدة لازم لك تصريح بالتلخيص لازم لك موافقة أنا وافقولي مرة في 2002 أعتقد على أني نكتب عمود في جريدة الحدث أو الأحداث أحداث أعتقد كتبت فيها عمود أسبوعي في 2002 أتصور وطلبوا مني أني نكتب جريدة يطلبوا مني أني نكتب عمود رياضي مع ذلك لم أكن أكتب لأنه لم يكن لنا مسموح لنا أن أكتب ولم يكن لديك أين تكتب ببساطة لما غادرت صرت أقرأ واكتشفت عالم آخر اللي هو عالم كتابة واللي هو عالم آخر وجميل جدا وجد نفسي فيها هذا ما كنت